السلام عليكم واسعد الله وقاتكم كل خير وصحة وسلامة ويوم سعيد على الجميع وتقبل الله طاعتكم حياكم الله معاي في حلقة جديدة من حلقات غربان في رمضان واللي كل يوم اتكلم فيه عن سيارة وسيارتنا اليوم استثنائية بجميع المقاييس استثنائية لأنها سيارة جديدة بالكامل استثنائية لأنها شركة بريطانية استثنائية لأنها مصنوعة للعشاق البر للناس اللي تحب السيارات الأصيلة الأوثنتيك اللي يقول أنا أبغى سيارة فيها إمكانيات شكل قوي وشكل يعطيني إيحاء أنها سيارة بر ولكن أبغى فيها تكنولوجيا تكون متطورة وسهلة في الصيانة وسهلة في القيادة اللي هي الأنيس القرانديير الشركة البريطانية العريقة واللي رح تكون ضيفتنا اليوم وقبل ما أدخل في التفاصيل أحب أني أشكر الشركات اللي شاركتنا في هالموسم وأكيد الرعاة يعجبني لما يكون فيه قصة فيها عشق للسيارة اللي تنولت وسيارتنا اليوم في وراها قصة عجيبة وقبل ما أدخل في القصة هذه أحب أقول أنها تنتمي إلى عملاق بريطاني شركة كبيرة جدا تقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية نحن نتكلم على الإنيس مجموعة في بريطانيا أسسها السير جيم راد كليف في التسعينات والشركة هذه متخصصة في مجالات كثيرة متخصصة في مجالات الكيمستري أو المواد الكيموية متخصصة في أشياء للكونسيومرز أو للمستهلكين ولهم مشاركات كبيرة في عالم الرياضة ولكن تتخيل أن أرباح الشركة هذه تقدر بعشرين أو فوق العشرين مليار يورو وعندهم أكثر من ستة وعشرين ألف موظف على مستوى العالم رح تشوفهم في الأويل القاز رح تشوفهم في صناعة السيارات اللي هي سيارتنا اليوم رح تشوفهم في صناعة منظفات أو السانيتايزرز اللي استخدمناها في كورونا رح تشوفهم هم متخصصين في الملابس المخصصة البايك أو الموتور بايك أو الموتور سايكل لهم نوادي رياضية رح تشوفهم في الفورمولا ون في سباقات الفوتبول أو سباقات كرة القدم رح تشوفهم في السباحة رح تشوفهم في كل الأشياء اللي ممكن أنك تشوفها في عالم الرياضة سواء كانوا يملكون نوادي أو أن يكونون رعاة رسمية ويمكن العشاق السيارات رح تشوفهم في الفورمولا ون رح تشوف الشعار حقهم والإنيس تعتبر كلمة لاتينية أغريقية تعني لما تجمع الثنتين مع بعض اللي هو الفجر الجديد وهذه رؤية الشركة اللي رح تكلم اليوم عن القصة خلف السيارة هذه ولي قلت لكم أنه يعجبنا أنه يكون فيه قصة خلف السيارة اللي نشوفها في الطرقات فنشوف الفارس جم يعشق سيارات اللاندروفر وخصوصا الدفندر ودائما في وقت فراغة يأخذ سيارة الدفندر ويطلع فيها البر ولما قررت الجيل آر أنها توقف إنتاج السيارة هذه اللي هي الدفندر في الـ 2016 جاهم الرجال وقال لهم وش رايكم أشتري العلامة هذه وأشتري كل شيء حولها أنا أبغى أكمل الأرث العريق للسيارة هذه يمكن من حسن حظنا أن الشركة رفضت فقرر أنه يصنع السيارة اللي يحبها بنفسه فنقدر نقول القصة الحقيقية أن هذا عاشق للبر عاشق للسيارات البر عاشق للسيارات اللي تتحمل وهو بنفسه اللي يطلع البر وهو بنفسه اللي بيجرب وعنده رؤية قدام لشكل السيارات اللي نحتاجها في البر فالقصة هذه ذكرتني بالقصة اللي أقدم منها لما جاء لمبرغيني وشر الفراري وكان عنده ملاحظات عليها وردت عليه الفراري قالوا له خلك في صناعة التركترات حقتك وخل سيارات السباقات أو السيارات الرياضية للناس اللي يفهمون في السيارات الرياضية وما دروا أن الرجال اللي عنده دراهم وعنده فكر رجع للموظفين اللي عنده ورجع للمهندسين والمصنع وطلع اللمبرغيني اللي نشوفها اليوم تنافس الفراري جميل أن يكون فيه منافسة شريفة وجميلة للمصلحة المستهلك في النهاية الفكرة وما فيها أن الفارس بعد ما رفضوا لاندروفر أو الجيل آر جاكور لاندروفر هالمجموعة لما رفضوا فكرته قال أنا رح يسوي السيارة هذه واتفق مع مصمم وقال له نبغى نطلع سيارة بر استثنائية ونبغى تكون مخصصة لعشاق البر ونبغاها تكون تفصيل ما نبغى سيارة واحدة وتكون جاهزة يعني للجميع أعطاها الأفكار الأساسية والمصمم هذا ذكي جدا قال ما رح نبدأ من الصفر خلنا نشوف وين الشركات الثانية وين وصلت أخذوا هايلكس أخذوا متسوبيشي باجيرو أخذوا سيارات الجيب أخذوا برونكو أخذوا سيارات كثير من كل السيارات رينج روفر لاندروفر قالوا ولاندو كروزر قالوا خلنا نجرب كل سيارات البر أو الدفع الرباعي اللي موجودة اليوم ونطور سيارة جديدة وفعلا جوب فكرة السيارة هذه أنها تكون body on frame أو نقدر نقول اللي هو اللي يسمونا السلم أو اللدر ويكون فوق البادي وتكون فيه قدام أكسل صلب أو اللي نسميه هنه الدفرنس الأمامي والدفرنس الخلفي ويكون فيها الدفرنشال لك سواء في الأمام أو في الوسط أو في الخلف وتقدر بنظام التعليق أنها تكون مخصصة للبر ومخصصة للمدينة ولكن إمكانياتها في البر بتكون قوية جدا هذا الشيء الأول الشيء الثاني احنا نبغى محركات اعتمادية وقوية جدا وفعلا في الـ 2019 وقعوا اتفاقية مع أشهر محركات العالم BMW وأخذوا منهم المحرك الـ 6 سلندر الـ i6 أو الـ 6 سلندرات اللي وراء بعض البنزين والديزل اللي يسمونهم الـ B57 الديزل والـ B58 البنزين قالوا نبغى جير ويتحمل وعملي ونقدر أن نقطر فيه الأطنان الثقيلة والكبيرة ويقدر أن يشيل السيارة اللي بتكون فعلا ثقيلة ما رح يلقون أفضل من شركة ZF وأخذوا منهم جير ZF الثمان سرعات فنيقدر نقول أنهم أخذوا أفضل الموجود في السوق وقالوا حنا نبغى نصنع السيارة بعد ما أخذ الأمور هذه قالوا نبغى مصنع فكان فيه أكثر من مكان أن يسوون السيارة هذه قالوا بنسويها في ويلز بعدين قالوا بنسويها في البرتغال بعدين استقر فيهم الموضوع شروا أحد المصانع اللي كانت المرسيدس أو دايملر في فرنسا وكان هذا السبب وكان فيه سبب وراء هالموضوع قالوا نبغى مكان يكون سهل أن يوصل لكل دول العالم أن السيارة هذه ستوصل لكل دول العالم فنقدر نقول ما بنوا شيء من الصفر هم كملوا من حيث بدأ الآخرين فنشوف مصنع كانت تعتمد عليها المرسيدس في فترة من الفترات بدوا يصنعون سياراتهم فعليا في الـ 2022 والسيارة هذه فعلا مخصصة لكل دول العالم ويمكن شفتوا الكثير من الصحفيين في كل دول العالم سووا تغطيات للسيارة هذه لأن فعلا وراها شركة مليارية أو وراها شخص بليونير يعشق سيارات البر وعلشان يتأكدون أن السيارة هذه أمورها تمام وماشية تمام اختبروها في أسوأ الظروف سواء كانت الباردة أو الحارة ومشوف فيها تقريبا أكثر من 1800 كيلو من التجارب اللي نقول عليها جدا صعبة فرح تشوف أن السيارة هذه جاهزة ما هي جاية اختبارية ويعطونا رأيكم من هالكلام السيارة الجاية حاطيلك وفعلا لما نشوف بعد شوي الموقع حقهم هم يعطونك سيارة زي الورقة البيضة وانت تبني على مزاجك تصمم سيارتك على مزاجك والهدف حقهم بعد ما يشتغل المصنع بالكامل أن ينتجون في السنة 25 ألف سيارة طبعا من مختلف النوعيات اللي بتكون موجودة أو اللي راح تطلع من هالسيارة لو ناخذ تصميم السيارة الخارجي راح تشوف الشكل اللي يسمونا البوكسي الشكل الصندوقي اللي يعطيك من بعيد أن السيارة هذه حقة بر وعلشان تشوف التفاصيل اللي دخلت فيها الشركة هذه ان قالوا لك أنت كمالك للسيارة هذه ما راح نعطيك تعقيدات كبيرة جدا فرح نشوف مثلا الإضاءة الأمامية والإضاءة الخلفية لمين تشابه ليسار فتقدر تركب لمين يسار ليسار يمين بدون أي فلسفة فرح نشوف مقدمة السيارة جدا بسيطة ولكنها مدروسة بعناية بحيث أنها يعطيك الشكل القوي والعنيف والسيارة اللي تعطيك الخصائص اللي تحتاجها في البر ولكن متطورة راح تشوف فتحات حقيقية لتبريد الردياترات اللي موجودة في السيارة هذه لو تشوف شكل السيارة من الجنب نفس الشي راح تشوف شكل يعطيك فعلا أنها body and frame حتى الرنقات تقدر تاخذ اللي يسمونها الستيل أو الحديد واللي يعشقون البر غالبا يفضلون النوعية هذه علشان تنزل الهواء اللي في الكفرات وفي التواير إذا طلعت فيها البر وممكن لا سمح الله أنك تضرب لك حجر أو صخر أو شي فممكن أنه ينطعج عندك الستيل عكس الألمنيوم اللي لو سويت نفس الحركة هذه ممكن أنه ينكسر فتقدر أنك تصفط سيارتك الجرانديير وتأخذ لك مطرقة وتبدأ تعدل في الرنق اللي بيكون موجود على السيارة هذه طبعا عندك أكثر من حجم تقدر تاخذ السبع تعاش وثمانتعاش لكن بشكل عام شوف إلى أي درجة هم ماخذين التفاصيل إلى أي درجة شكل السيارة من الخلف راح تشوف شكل سيارة حقه تبر التايير الخلفي أو الكفر الخلفي السبير موجود والحركة الذكية أن التفاصيل الموجودة تقدر تأخذ عليها غطى وتقدر تطلب الغطى هذا أنه يكون درج بقفل إذا أنك تبغى تحط هناك مثلا الغلوفز حقه تيك أو أي شيء مخصص في الخلفية بابين في الخلف باب صغير ينفتح وباب كبير هم قالوا إحنا نبغى تستفيد لما تفتح الباب هذا لو حطينا الباب التقليدي اللي في أغلب السيارات الموجودة حاليا اللي يرتفع فوق فغالبا ما رح تستفيد منه لأنه بيكون مثلا مظلة لكن الباب اللي يفتح يمين ويسار ممكن أنك تستفيد منه في إكسسوارات أنك تحطه مثلا طاولة أو أنك تعلق عليه شيء وإذا بنتكلم على الإكسسوارات عندك إكسسوارات لا تعد ولا تحصى مع السيارة هذه لو تجي من داخل السيارة رح تشوف سيارة غير عادية رح تحس أنك راكب هل تقدر تقول يخت هل تقول مثلا طيارة شيء غريب يمكن ما تعود أنك تشوفه في السيارات الموجودة حاليا رح تشوف قدام الساق في شاشة بسيطة تعطيه أهم المعلومات اللي يحتاجها وفيه في الوسط كل شيء الفكرة زي ما قلت من شوي الفكرة أن هم يحاولون أن يسهلون الأمور لما الكونسول اللي في الوسط يكون فيه كل شيء فرح يكون نقل السكانة والدركسون من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين بيكون جدا سهل زي ما قلت السيارة هذه بتكون فيه مخصصة لكل دول العالم فسواء طلبت هايمين الدركسون والسكانة أو يسار الموضوع بيكون جدا سهل الإعدادات اللي موجودة في السيارة أو التفاصيل اللي موجودة في السيارة حطوا في بالهم أنك طرح تلبس الغلوفز أو الدسوس أو أنك فيه أماكن مثلا بيكون فيها البرد جدا قارس فما رح تقدر أنك تخلي الدينك فاضية فتقدر أنك تستخدم كل الأزالين اللي موجودة في السيارة هذه وأن تلابس الغلوفز حطوا لك أشياء موجودة قدامك سواء كانت الشاشة اللي في الوسط اللي بتكون ما شاء الله كبيرة جدا وبيكون عندك كونسول فيه أزارير تقدر أنك تشتغل فيها حتى لو أنك لابس الغلوفز مثل ما قلت قبل شوي وفيه فوق عندك خيارات كثيرة عندك أزارير اللي تبغاها أو تحتاجها أنك تطلع البر أو الشغلات اللي تبغى تضيفها فيما بعدك كأكسسورات مثلا تبغى تركب كشفات في السيارة الوينشات اللي تريد تركبها سواء قدام أو في الخلف الكراسي عندك خيارات في الكراسي هل تبغاها تكون فخمة ولا تبغاها تكون عملية تبغاها تكون للمدينة ولا تبغاها تكون للبر أرضية السيارة تبغاها تكون للمدينة للمدينة ولا لا تبغاها تكون حقة بر ويكون فيها فتحات بحيث أنك تغسل السيارة بالهوز لما ترجع من البر وتنظف السيارة فرح تكون داخلية السيارة فيها مقاومة للماء المساحات الداخلية رح تشوف مساحة الركاب اللي قدام شرحة واسعة وتعطيك وضعية الجلوس اللي نحن نسميها بالعادة الكماندر أو القائد تكون أنت فوق كل شي والشباك أو القزازة أو الجام بيكون أنزل من الألبو أو أنزل من الكوع فتقدر أنك تشوف كل شي الرؤية 360 درجة ممتازة رح تشوف عندك الأشخاص اللي يحب أنه إذا طلع البر أو مثل ما نشوف في السفاري في أفريقيا ولي روحون يزورون الحداق وشوفون الحيوانات البرية يحب أن يوقف ويطلع فوق الكرسي ويطالع من فوق فنقدر نشوف أن هذا يعتبر برضو خيار عندك أن يكون فيه فتحة سقف فوق رغاس السائق والراكب اللي بيكون جنبه ما هو موجود الشي هذا في السيارات اللي موجودة اليوم وفرت لك الأنيس في القرانديير الجديدة رح يكون للركاب اللي في الخلف نفس الشي رح يكون عندهم كل الأمكانيات اللي يشوفونها اللي قدام رح يكون عندهم فتحة بانوراما رح يكون عندهم كراسي مريحة رح يكون عندك في الدبة أرضية تبغاها تكون للمدينة أو تبغاها تكون ل مخصصة للبر التحميل فيها بيكون سهل التنظيف فيها بيكون سهل فيه عندك أكسسورات كبيرة وكثير المكان اللي في الدبة الخلفية أو اللي في الشمطة الخلفية إذا تبغى تثبت مثلا أغراضك لو تشوف سقف السيارة عندك خيارات كثير للسقف السيارة عندك الجام الخلفي تبغى أن يكون قزاز أو جام أو تبغى أنك تقفله إذا أنك غالبا تحمل أغراض في الدبة اللي في الخلف بدي السيارة الجانبية الأبواب الجانبية تبغاها للمدينة أو تبغى أن يكون فيها مثلا الممر أو المجرى اللي تركب فيه إكسسورات البر علشان لما تطلع تخيم في البر وتقول والله ودي أثبت الخيمة حقتي أو ودي أثبت أغراض اللي أنا طالع فيها في البر نفس الشيء بيكون عندك إكسسورات تركبها في سيارتك وانت ملك الطريق مثل ما يقولون فنقدر نقول الأمكانيات في السيارة هذه صراحة تنبهر تقول ودي أشوف شيء نسوه كل الأمكانيات اللي أنت تحتاجها سواء كنت تبي تطلع في صحرات تبي تطلع في جبال الدبل السيارة هذه بتكون دفع رباعي عندك دفرينشال لك أمامي وفي الوسط وخلفي وفي عندك اللو جير في عندك الهاي جير أو اللي نسميه الدبل الثقيل والدبل الخفيف راح تشوف لما تطلع في السيارة هذه الارتوكوليشنز اللي هي كيف أن تحرك الريقات أو الكفرات والتواير بينها وبين بدي السيارة بحيث أنه يخلي تلامس الأربع توير أو الكفرات اللي الأرض أكبر قدر ممكن السويبار عشان يحافظ على توازن السيارة حتى التواير تقدر تختار التواير اللي تناسبك لما تجي تطلب سيارتك الجديدة فعلا لما تجي تشوف السيارة هذه وتزور الوكيل وخصوصا في الكويت لو تزور البابطين راح تشوف عندك مساحة إبداع كبيرة أنك تصمم سيارتك على مزاجك سواء كانت الألوان حتى الألوان عندك ألوان مختلفة تبي لون السيارة شيء ولون السقف شيء ثاني كل الإمكانيات بتكون متوفرة في السيارة من الشعرات الغريبة اللي ما شفتها صراحة في شركة اليوم سوتها صح أنك تقدر تحط ألوان سيارة وتحط السقف لون والبادي لون اللي تبيه لكن أنك تطلب الشركة أن يصبغوا لك الشاصية حق السيارة بلون هذه صراحة قوية تقدر تطلب بلون اللي ناسبك طبعا من ثلاث ألوان سواء كان الأسود اللي هو بيكون ستاندرد أو أنك تبغاه يكون أحمر أو رمادي صراحة حركة جدا جميلة للناس اللي يعشقون السيارات فنقدر نقول السيارة هذه اللي صنعها واللي صممها واللي سواها واللي أنتجها واللي سوقها شخص يعشق السيارات شخص يعشق العلامة والشركة هذه الانيس أو مجموعة انيس واقفة وراء السيارة هذه بكل ما أوتيت من قوة يقولون إحنا دخلنا السوق هذا وإحنا رح ننافس فيه ورح نثبت جدارتنا في السوق هذا وحتى لو كانت شركة جديدة إلا أنها صارت متوفرة في كل دول العالم جميل أني دخلت الموقع وعرف الدولة اللي أنت موجود فيها أو تختار الدولة اللي أنت موجود فيها مع أنها شركة توها جديدة يعني ما لها سنتين كمية إبداع رهيبة ويعطيك كل الخيارات الموجودة تقدر تصمم سيارتك على ذوقك حتى لو قبل تروح الوكيل تقدر أنك تصمم السيارة بعدين تروح لهم في الشوروم أو في الصالة وتقولهم والله ما رأيكم في هذه ومتى توصلنا للسيارة الأبداع في السيارة هذه لا ينتهي وعطوك خيارات أو خلنا نقول عطوك اللي تكلمت فيه حلقة من حلقات أن في بعض السيارات يعطونك خيارين أو ثلاث خيارات ثم بعدين يحرمونك من الخيار هذا ورح نشوف أن الانيس جوك بخيارات خيار سيارة للمدينة وسيارة عصرية أو تبغى سيارة مخصصة للبر أو تبغى سيارة أربع أبواب وبيكون عندك صندوق في الخلف وحجمه ممتاز وحجمه كبير بنفس الأمكانيات أو لاحظ معي أو رح يعطونك سيارة عبارة عن غمرتين وأربع أبواب والشاسي الخلفي بيكون فاضي علشان أنت تأخذ السيارة وتفصل عليها اللي تبيه وش تبي تفصل تبي تفصل صندوق تبي تفصل غمارة تبي تفصل كارفان اللي تبيه إحنا مجهزين لك هل في شركة موجودة اليوم تقدر تعطيك هل أمكانيات أنتوا تجاوبون على هالسؤال الحلو في الموضوع أن السيارة هذه أو الشركة هذه ما عندهم أي مشكلة أن يعطونك بشكل صريح إحنا نشتغل مع أمن فنقدر نقول أول ما تفتح الكبوت رح تشوف Powered by BMW هم يقولون إحنا ماخذين محرك ال BMW القير ماخذينه من شركة ZF مو بس هذه الشركة هذه ومثل ما قلت في بداية الحلقة رح تشوفهم في Oil والجاز رح تشوفهم في المواد الكيموية متعاونين أن يطلعون سيارات كهربائية في المستقبل وبدوا يطلعون فعليا سيارة كهربائية اللي متوقع أنها في الـ 2026 ممكن أنها ترى النور لكن اللي أهم أنهم مشغالين مع شركة كورية عريقة جدا للمستقبل اللي هي سيارات الهايدروجين والهايدروجين لو صارت سيارات المستقبل تشتغل على الهايدروجين رح يكون من صالح الشركة هذه لأنها تشتغل في الأويل والجاز والمواد الكيموية وهالشغلات وهم أصلا ينتجون الهايدروجين فرح تكون سيارتهم والهايدروجين حقهم بس يبغون شركة اشتغلت في بناء محركات تشتغل بالهايدروجين فنقدر نقول أنهم شغالين في المستقبل من اليوم أو حتى من أمس مع أنها شركة جديدة إلا أن عندهم نظرة مستقبلية كبيرة جدا يفكرون في الانفيرومنت اللي هي البيئة والمحافظة على البيئة يفكرون أنك تشتري السيارة هذه وتعيش معك عشرات السنين مو أن تشتريها سنة وسنتين وبعد بكرة تنساها تفكيرهم في البيئة مثل ما قلت فكروا في محركات عملية وممتازة وقوية واقتصادية ولكن عندهم نظرة للسيارات الكهربائية وعندهم نظرة لما بعد السيارات الكهربائية مثل ما قلت الهيدروجين وأكيد لو فيه شيء في المستقبل فالشركة هذه مثل ما قلت في عندها موظفين في عندها أبحاث وتطوير في عندها القوة المالية اللي غير عادية واللي فعلا رح تدعمها أنها تكون قوية في المستقبل لو بناخذ نظرة سريعة على المحركات اللي هي من BMW B57 والB58 الست سلندرات اللي وراء بعض فرح ناخذ الأرقام الجميلة اللي موجود من هالمحرك لو ناخذ الديزل اللي هو B57 اللي هو 3.0 أو 3 لتر رح يعطيك 249 حصان و 550 نيوتر العزم الجميل أنك تقدر تاخذ 550 نيوتر من 1250 ربيم فالقوة في المحرك هذا جبارة ورح يريحك لما تطلع فيه جبال أو في أماكن فيها فعلا وعورة قوية لو بناخذ البي 58 اللي هو البنزين رح يعطيك تقريبا 286 حصان و 450 نيوتر العزم نفس الشي رح نشوف المحرك هذا طبعا كلهم تيربو رح يعطيك 450 نيوتر من 1750 ربيم يعني أقل من 2000 ربيم تقدر تاخذ التورك أو العزم كامل الجير ZF الثماني سرعات حطوا عليه الكنفيرتر اللي يكون هيفي ديوتي طورت السيارة هذه أو الشركة هذه بحيث أنه يتحمل الأشغال الشاقة اللي في البر والسيارة أكيد بتكون محرك أمامي والست سلندرات بتكون وراء بعض ولكنها بتكون دفع رباعي أو 4 wheel drive اللي هي الـ old school مثل ما يقولون أو مثل ما قلت في بداية الحلقة اللي هي الـ authentic اللي هي أصيلة قاعدة العجلات بتكون تقريبا أقل بشي بسيط من الثلاثة متر فبتكون عبارة عن خمس ركاب تقدر تشيل خمس ركاب بكل ريحية وطول السيارة تقريبا 4 متار و 86 تقريبا سانتيمتر للسيار اللي بتكون مسكرة بينما الـ pick up اللي بتكون 5 متار و 40 سانتيمتر اللي يسمونها الكوارتر ماستر فعندك هذه وعندك هذه طبعا هم ما حطوا الصندوق من فراغ ماشيين على standard في بريطانيا اللي هو القاعدة الخشبية اللي يركبون فيها البضايع ويحملون فيها البضايع علشان يضمنون انك لو تبي تستخدم هذه في الكميرشل او في الشركات فما رح يكون عندك مشكلة انك تجيب الفورك lifter وتشيل الأحمال هذه وتركبها في صندوق السيارة هذه بكل أريحية عرض السيارة تقريبا 1.93 سانتي بينما السيارة اللي بيكون pick up اللي هي الكوارتر ماستر وتكون أعرض تقريبا بسانتي ارتفاع السيارة بيكون أكثر من مترين السيارة هذه فعلا مخصصة للبر والوزن اللي هو 2700 كيلو جرام مستخدمين الستيل والحديد في السيارة هذه بشكل كبير جدا الحديد الثقيل الميزة فيه انه يكون صلب ويقدر يتحمل الضربات اللي لما تطلع في البر فيقدر انه يتحمل اي ضربات تكون موجودة او انك ممكن انك تواجهها لما تطلع في البر لو ندخل بشكل سريع على الموقع الرسمي حق الشركة ونشوف السيارات الموجودة رح نشوف انه عندك station واجن والكوارتر ماستر اللي هو البيكاب او الوانيت او الشاسي كاب اللي تقدر انك تفصل اللي تبي خلف الكبينة اللي موجودة في السيارة لو تختار الستيشن واجن رح يكون عندك نفس الشي الخيارات اللي هو الگرانديار الاساسي او الباسيك وتقدر تحط عليه الاضافات اللي انت تبيها او التريل ماستر اللي بيكون لو تشوف الاشياء الموجودة مثلا المثل ما قلت من شوي اللي هي الرنقات اللي السبعة تعيش اللي بتكون ستيل بيكون عندك السنوكر او اللي تتنفس منه السيارة يكون مرتفع علشان ما تسحب الغبار لما تطلع في البر رح نشوف الاكسسورات الخارجية اللي تحتاجها فعلا في البر ورح نشوف نفس الشي الديفرينش رح تاخذ معاه التواير اللي هي البي اف قودريتش المخصصة للبر وبعض الاشياء الاساسية مثلا زي السنسورات الامامية الكاميرا الخلفية التسخين داخل السيارة وبعض الاشياء الاساسية او مثلا تقدر تاخذ الفيلد ماستر اللي بيكون فخم وحق المدينة مثلا وتقدر تاخذ مثلا فيه كراسي فيها جلد وتبغى جلد طبيعي مثلا لو بتروح مثلا الكوارتر ماستر نفس الشي رح يكون عندك الاساسي او البيسيك رح يكون عندك الترايل ماستر الترايل ماستر اديشن مخصص للبر او الفيلد ماستر اديشن اللي بيكون رنقاته الامنيوم اللي بيكون غالبا مخصص للمدينة وفي عندك اللي هو الاخير اللي زي ما قلت اني تقدر تفصل فيه الاشيي اللي انت تابعه لو مثلا ناخذ الستيشن اللي بيكون اغلب الناس بياخذون الستيشن فتقدر تطلب الاساسي او البيسيك وتشوف ايش الخيارات اللي ممكن انها تجي مع السيارة هذه طبعا تقدر تشوف شكل السيارة 360 درجة ونشوف فعلا شكل حق سيارة بر رح يعطونك تقريبا اربع سكشنز او اربع فصول تقدر تختار المحرك اللي ناسب مثلا عندنا في الخليج غالبا بيكون البنزين اللي من BMW ويكون عندك القير اللي هو الثمان سرعات لو نرجع مثلا نروح مثلا للالوان هتشوف عندك الالوان اللي فعلا جميلة والسيارات البريطانية معروفة بالالوان اللي بتعتبر جدا مميزة هنا بنشوف اذا تبغى تخلط بالالوان عندك الخيارات اللي بتكون موجودة على السيقف اذا تبغى تختار مثلا لون مختلف للسيقف تبغى يكون نفس اللون او انه يكون لون مختلف فرح يعطونك بعض ال guidelines يقولك مثلا اللون هذا لازم تختار مثلا احد الالوان اللي بتكون موجودة اذا تبغى مثلا السيقف يكون ابيض فلازم تختار احد الالوان اللي موجودة هنا او انك مثلا تحطه مثلا يكون اسود عندك مثلا اذا تبغى مثلا في جوانب السيارة اللي عفوا اللي يكون اللي هو الشاصية حق السيارة اللي يسمونها اللدر تقدر تاخذها يكون اسود او احمر او الرمادي حركة جدا مميزة لو بنشوفها هنا في شكل السيارة فعنا بتشوف البادي او الشاصية حق السيارة احمر نرجع للشكل الخارجي او في ال configurator هنا نشوف الرنقات عندك السبعتاش وعندك الثمانتعش سواء كان الستيل فيه السبعتاش وثمانتعش وفيه الألمانيوم بيكون فيه عندك لوعين سبعتاش والثمانتعش التواير تبغى البرجستون اللي هي تقدر تاخذها في البر وداخل المدينة او البي اف جودريتش اللي هي الال تيرين الكي او تبغى 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 مثلا السلم اللي بيكون فيه الباب الصغير الخلفي تبغى الفتحات السقف اللي يسمونها السفاري اللي فوق الساق وفوق الراكم اللي جنبه تبغى انك تقفل الجامات الخلفية اللي بتكون في الدبة السبير او الكفر الاحتياطي او التير الاحتياطي تبغى يكون فيه اكسسورات تبغى يكون فيه درج زي ما قلت لكم اللي بتخليه يكون الاكسسور اللي بيكون على الابواب الخلفية فيه فيه شغلات كثير صراحة موجودة في السيارة هذه كاكسسورات خليك انك تتحمس انك تاخذ السيارة هذه خلصنا من الداخلية مثلا نشوف الخارجية خلصنا منها نشوف الداخلية الداخلية زي ما قلت تقدر تاخذ اليمين يسار اللي يسار يمين لان كل شي موجود في الوسط رح نشوف ان عندك الداخلية تبغاها اليوتوليتي ولا تبغى اليوتوليتي اللي هو يكون سيارة بتكون عملية فبتكون قماش تبغاها تكون جلد اسود او جلد اسود ورمادي تبغى كراسي تكون تدفئة تبغى اغطية مثلا الكراسي الامامية الكراسي الخلفية علشان اذا كنت في البر او بتخزن السيارة مثلا السكان تبغى يكون جلد تبغى عندك في الكنسول اللي في الوسط يكون فيه درج يكون فيه قفل مثلا تبغى ساوند سيستم البريميوم تبغى البوصرة اللي بتكون في الوسط الارضية هل تبغاها اللي تكون فيها فتحات اذا بتغسل السيارة ونتطالع من البر او تبغى تكون قماش او سجاد فعلا سيارة تخليك تصمم وتقعد في البر في جازاتك هنا بنشوف فيه فيه باكيج يكون جاهز تختاره وفيه شغلات كثيرة زي مثلا الرف باكيج اللي بيكون فيه وبيكون فيه المخصصة للبر وفيه النوع الثاني اللي هو السموث باكيج اللي بيكون فيه الشغلات اللي هي اللوجري التسخين الكاميرات الخلفية او الكاميرات اللي موجودة في السيارة السنسورات وهنو مجرى نجي الشغلات البر الوف رود وحنشوف انه فيه عندك شغلات اذا تختار كل شي على حدة الديفرينشال لكس السنوكر او الير ان تيك اللي يكون مرتفع لحماية الوجه السيارة للاشخاص اللي بيروحهم مثلا فيه اماكن فيها مزارع او فيها اشجار او شي الحماية الجانبية تبغى اكسسورات موجودة على بد السيارة الدعسات الجانبية او اللي بتجي مثلا الريلز اللي تكون من الحديد او الستيل اللي تحمي بد السيارة من تحت هذه برضه بتكون خيار موجود على السيارة اضاءة الال اي دي الوينش اذا تبغى وينش يكون امامي واللي بيكون هافي ديوتي ويقدر نيسحب إلى خمسة ونصف وينش خلفي عدة البر مثلا كريك تبغى تقدر في الامام في الخلف تبغى تركب شواحن في السيارة هذه تبغى تركب البطارية اللي تكون تتحمل انك تركب اكسسورات تبغى تركب ازارير الاكسسورات اللي بتكون موجودة في السيقف تبغى تركب فيش داخل السيارة يطلع لك 400 واط اذا تبغى تشغل شي ونطالع في البر الشغلات اللي داخل زي ما قلت في الدبا الخلفية راح يكون عندك الكثير من الاكسسورات اللي تقدر تركبها سواء اللي تبغى تثبت في اغراض داخل الدبا الخلفية او تبغى اشياء تمنع حركة الاشياء اللي بتكون في الدبا الخلفية فعلا الكثير من الاشياء اللي تقدر انك تركبها في الدبا الخلفية ونشوف الباب الخلفي زي ما قلت ان ميسته انه يكون يفتح على جنب علشان تقدر تركب فيه مثلا طاولة مثلا نشوف قدامنا هذه الطاولة لو بروح للسيقف ايش الامكانيات اللي ممكن يعطونك السيقف تبي هالشكل اذا بتشيل اغراض مثلا خيمتك تصعدها فوق او البارز اذا عندك مثلا بايك او قاري او سيكل تبي تركبها فوق او عدة انك تروح للسكيتنج او شي او بنشوف الحمد لله إحنا في الكويت وفي دول الخليج أمورنا الحمد لله تمام الـ parking sensors مثلاً rear camera المراية تبغى تكون heated أو فيها سخان تبغى ليسخن الماء على المساحات الأمامية والخلفية تبغى الـ emergency kit مثلاً المساعدة على الطريق المدخنين فنقدر نقول عندك سيارة تفصلها على مزاجك يعني يبغى لك اليوم بعدما تخلص الحلقة هذه تفتح لابتوبك أو موبايلك وتدخل على موقعهم وتختار الكويت وتفصل السيارة اللي تناسبك وتروح البابطين وتجرب السيارة عندهم سيارات التست تقدر تجربها تطع فيها بر تشوفها داخل مدينة تستكشف سيارات البر الحقيقية وتشوف السيارات اللي جت فكرتها وجاء بناءها وجاء الدفع عليها من ناس تعشق سيارات البر أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم اللي أنا شخصياً استمتعت فيها وفي القراءة عن السيارة هذه وكانت من السيارات اللي أنا أقول رح يكون لها مستقبل باهر نشوفكم إن شاء الله غداً في حلقة جديدة من غربان في رمضان وسيارة جديدة وفمان الله اشتركوا في القناة